موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حديثنا اليوم عن الشجاعة وفيه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان راوي الحديث هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي ومحدث وفقيه وحافظ أسلم سنة سبع للهجرة ولزم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الحديث عنه حتى أصبح أكثر الصحابة رواية وحفظا للحديث النبوي تولى رضي الله عنه ولاية البحرين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب كما تولى إمارة المدينة من سنة أربعين للهجرة حتى سنة إحدى وأربعين وبعدها لزم المدينة المنورة يعلم الناس الحديث النبوي ويفتيهم في أمور دينهم حتى توفاه الله تبارك وتعالى سنة تسع وخمسين للهجرة المعنى العام للحديث هذا الحديث فيه فضل واضح لأهل الشجاعة والإقدام في كل شيء ينفع المسلم وأمته وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بالقوة في حديث أبي هريرة وقد نصت طائفة من أهل العلم على أن المراد بالمؤمن القوي يعني في بدنه وفي عمله حتى في عمله الدنيوي إذا عمل عملا أتقنه وفي صبره وجلده وكذلك أيضا في دينه فهو خير من المؤمن الضعيف الذي يقل صبره ويقل تحمله وهو ضعيف لا بلاء فيه ولا غناء ولا كبير جدوى في دفع أو بذل وما إلى ذلك ولزيادة فهم هذا الحديث لنا معه عدة وقفات الوقفة الأولى مفهوم الشجاعة الشجاعة في اللغة تعني شدة القلب عند البأس وأصل هذه المادة يدل على الجرأة والإقدام يقال شجع شجاعة إذا اشتد عند البأس ويراد له اصطلاحا الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك وثبات الجأش عند المخاوف والاستهانة بالموت قال ابن حزم رحمه الله هي بذل النفس للذود عن الدين أو الحريم أو عن الجار المضطهد أو عن المستجير المظلوم وعن من هضم ظلما في المال والعرض وسائر سبل الحق سواء قل من يعارض أو كثر الوقفة الثانية حول الشجاعة في الكتاب والسنة أمر الله تبارك وتعالى المسلمين بالقتال في سبيله والثبات عليه والإقدام في الحروب وعدم الجبن قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أما ما ورد في السنة فأحاديث كثيرة منها زيادة على حديثنا الذين تحدثوا عنه ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي عليه الصلاة والسلام سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا أي وجدنا الفرس سريع العدو وجاء كذلك عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال فمن يأخذه بحقه قال فأحجم القوم فقال سماك بن خرشة أبو دجانة أنا أخذه بحقه قال فأخذه ففلق به هام المشركين الوقفة الثالثة حول الشجاعة عند السلف الصالح الشجاعة كانت سمة رئيسية عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة ولعلنا ننتقي بعض أقوالهم في ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد احرص على الموت توهب لك الحياة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبن والشجاعة غرائز في الناس تلقى الرجل يقاتل عن ما لا يعرف وتلقى الرجل يفر عن أبيه وخطب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الناس لما بلغه قتل أخيه مصعب فقال إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه إنا والله لا نموت حتفا ولكن نموت قعصا بأطراف الرماح وموتا تحت ظلال السيوف وإن يقتل مصعب فإن في آل الزبير خلفا منه وكتب زياد إلى بن عباس رضي الله عنه أنصف لي الشجاعة والجبن والجودة والبخل فكتب إليه كتبت تسألني عن طبائع ركبت في الإنسان تركيب الجوارح اعلم أن الشجاعة يقاتل عن من لا يعرفه والجبان يفر عن عرسه وأن الجواد يعطي من لا يلزمه وأن البخيل يمسك عن نفسه وجاء عن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه أنه قال كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أسد الله الوقفة الرابعة حول صور ونماذج من الشجاعة منها شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد ذكر عروة بن الزبير قال سألت ابن عمر بن العاص قال أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي عليه الصلاة والسلام قال بين النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ومنها شجاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه فقال أي أهل مكة أنشأ للحديث فقالوا جميل بن معمر الجمحي فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره أعقل ما أرى وأسمع فأتاه فقال يا جميل إني قد أسلمت قال فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد فنادى أندية قريش فقال يا معشر قريش إن ابن الخطاب قد صبأ فقال عمر كذب ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله فثاوروه فقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤوسهم حتى فتر عمر وجلس فقاموا على رأسه فقال عمر افعلوا ما بدى لكم فوالله لو كنا ثلاثمائة رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم ومنها شجاعة علي رضي الله عنه فقد ذكر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في سياق ذكره ليوم خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله قال فأتيت علي فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كيل السندرة قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه ومنها كذلك شجاعة خالد بن الوليد رضي الله عنه قال خالد بن الوليد رضي الله عنه عن نفسه لقد رأيتني يوم مؤته تقطعت في يدي تسعة أسياف وصبرت في يدي صحيفة ليمانية ولما احتضر قال لقد طلبت القتل مظانة فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي وما من عملي شيء أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس بترسي ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار ثم قال إذا أنا مت فانظروا سلاحي وفرسي فاجعلوها عدة في سبيل الله عز وجل ومنها شجاعة سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه فقد جاء عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه قال كان رجل من المشركين قد خرق المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ارمي فداك أبي وأمي قال فنزعت بسهم لي فيه نصل فأصبت جنبه فوقع وانكشفت عوراته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه الوقفة الخامسة حول ثمرات الشجاعة الشجاعة لها فوائد تعود على الفرض والمجتمع منها أنها سبب لانشراح الصدر قال ابن القيم رحمه الله فإن الشجاعة منشريح الصدر واسع البطان متسع القلب والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه غافل عن ذكره جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه متعلق القلب بغيره ومنها أن الشجاعة أصل الفضائل فمن يتصف بالشجاعة يتحلى أيضا بالنجدة وعظم الهمة والثبات والصبر والحلم وعدم الطيش والشهامة واحتمال الكد ومنها أن الشجاعة تحمل صاحبها على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم قال ابن القيم والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها وعلى إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وهو حقيقة الشجاعة وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه ومنها أن الرجل الشجاع يحسن الظن بالله تبارك وتعالى قال ابن القيم والجبن خلق مذموم عند جميع الخلق وأهل الجبن هم أهل سوء الظن بالله وأهل الشجاعة والجود هم أهل حسن الظن بالله ومنها أنه لا تتم مصلحة الإمارة والسياسة إلا بالشجاعة قال ابن تيمية رحمه الله لا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك الوقفة السادسة حول المعينات على الشجاعة الشجاعة تجمع جملة من الفضائل وهي أكبر معين للنفس على استجلابها منها كبر النفس وهو الاستهانة باليسير فصاحبه أبدا يؤهل نفسه للأمور الإضام مع استخفافه لها ومنها النجدة وهي ثقة النفس عند المخاوف حتى لا يخامرها جزع ومنها عظم الهمة وهي فضيلة للنفس تحتمل بها سعادة الجد وضدها حتى الشدائد التي تكون عند الموت ومنها الثبات وهو فضيلة للنفس تقوى بها على احتمال الآلام ومقاومتها في الأهوال خاصة ومنها الحلم وهو فضيلة للنفس تكسبها الطمأنينة فلا تكون شغبة ولا يحركها الغضب بسهولة وسرعة ومنها السكون وهو عدم الطيش فهو إما عند الخصومات وإما عند الحروب التي يذب بها عن الحريم أو عن الشريعة وهو قوة للنفس تقصر حركتها في هذه الأحوال لشدتها ومنها الشهامة وهي الحرص على الأعمال العظام توقعا للأحدوثة الجميلة ومنها احتمال الكد وهو قوة للنفس بها تستعمل آلات البدن في الأمور الحسية بالتمرين وحسن العادة وفي الختام أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من عتقائه من النار إنه جواد كريم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة